بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلباء والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة المسلحة أو قسم الفرم الخرصانية سابقا طبعا احنا بنتكلم مع طلبة منظومة الجدارات وطلبة منظومة الجدارات دي شيء مهم جدا جدا في سوق العمل في سوق العمل مش بنتكلم في سوق العمل في جمهورية مصر العريقة فقط لغير ولكن بنتكلم في سوق العمل في السوق العالمي ومنظومة الجدارات يعني تعتبر منظومة احنا بدأناها من حيث انتهى الآخرون أو بنشتغل فيها من حيث انتهى فيها الآخرون معنى ايه الكلام دوة ان العالم كله شغال في منظومة الجدارات بالنسبة لتطبيق العمل بالفعل مع الطالب او المخرج المعد للتعليم الفني باكمله تعليم الفني سواء زراعي صناعي تجاري فندقي يعني اي شيء في التعليم الفني او منظومة الاثار نفسها او شغل يعني المدارس الاثار فكل حاجة في تعليم الفني تعتبر قائمة حاليا على منظومة الايه الجدارات هي مش قائمة حاليا عندنا فقط لغير ده هي اصلا من سنين السنين موجودة في الدول الخارجية ولكن ان شاء الله يعني بروتوكول عاملينه مع الدول الخارجية ان احنا يبقى عندي الطالب او الخريج او المخرج بتاع الجدارات مخرج يليق بسوء العمل في الدول الخارجية الاجنبية والعربية بنكمل شغلنا مع بعضنا في الشدات المعدنية والشدات المعدنية للأعمدة الشدات المعدنية للأعمدة النهاردة عايزين نتكلم في بعض المصطلحات بعد ما تعرفنا في الحلقات اللي فاتت على الشدة المعدنية مميزات الشدات المعدنية كمان اتعرفنا على يعني بعض انظمة الشدات المعدنية اللي موجودة عندي في السوق اتعلمناها او اتعرفنا على اشكالها معينة اشكال معينة منها وجبنا لكل حاجة بعض الاكسسوارات الموجودة فيها النهاردة هاخد من كل يعني نظام معين اكسسوار معين ما يليق به العمل فين في سوق العمل او الشغل به في العمل الجوانب وعمل الاعمدة وعمل كمان الكاميرات وعمل الجوانب لي مثلا عندي كاميرا عندي ميدا عندي حيطة عندي اي شيء هنتكلم عليها وطبعا الجنب اللي استخدمه للكاميرا هو هو الجنب اللي هستخدمه بعد كده للحوائط في السنة الجاية ان شاء الله في سنة تالتة وهو هو الجنب اللي انت اشتغلت بيه فين في الصف الايه الصف الاول في مثلا الاواعد او ايا كان مع اختلاف الجوانب او الشركات او تصنيع الجنب في الشركة نفسها يعني نظام الجوانب نفسه ماشي ازاي الجنب مثلا ممكن تلاقي عندي جنب يا جماعة حديد شاسي حديد وعليه وش من الايه من الخشب ممكن تلاقي جنب خشب شاسي خشب ووش من الايه من الخشب برضو اللي هو البلوت او اليو فورم طيب ممكن تلاقي في السوق جنب حديد ووش حديد ممكن تلاقي في السوق او في الانظمة اللي موجودة عندي نفس الشغل برضو جنب ولكن من البلاستيك المقوى شاسي اصلا مصبوب مع الجنب نفسه والاثنين قطعة واحدة عشان الجنب يبقى قوي وده افضل جنب موجود عندي فين في السوق دلوقتي وبيدي رونق معمالي ممتاز وبيدي نتيجة وتوفير في الوقت وخفيف جدا على العمال اللي هي الجوانب الايه البلاستيكية وهو الرهالك ان شاء الله في خلال الظروف اللي احنا نتكلم فيها او في خلال الحلقة دي النهاردة ان شاء الله من هنا النهاردة تعالى نبص مع بعض على المصطلحات لان عندي مصطلحات فنية كتيرة جدا جدا يا ربي بس نخلي بنا ونركز فيها كويس جدا مع بعض بحيث تتعرف عليها وتخش اي موقع تعرف المصطلح ده هو ايه او القطعة دي زرجينة القطعة دي زرجينة برضو ولا مش زرجينة زرجينة مثلا مستخدم فيها عصفورة او مستخدم فيها سيرخ مثلا الووز تعالى نبص مع بعض ونركز مع بعض في الحلقة دي النهاردة حلقة مهمة جدا جدا طيب المصطلحات الفنية المستخدمة للشدات المعدنية للأعمدة والأعتاب كمان والكاميرات وبلطات الأسخف عشان بعد كده وإحنا شغالين في الكاميرات والأسخف مش هنتكلم في الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي دي في المصطلحات الفنية اللي موجودة عندنا دي يا جماعة أول حاجة بيقول لي الدعامة المنفردة اللي هي بنسميها بروب الدعامة المنفردة اللي هي فاكر لما اتكلمنا من في الحلقات اللي فاتت على نظام الدعامات المنفردة اللي هو بروب سيستم عشان كده قلتلك هو بيسمي الدعامة المنفردة ايه بروب ده الدعامة المنفردة اللي موجودة عندي اللي هي تعتبر أول حاجة موجودة في السوق اللي هي الدعامة التلسكوبية عندي دعامات تاني منفردة عندي دعامات تاني منفردة بس نركز مع بعض واحدة واحدة على اساس النديد اللي بتستخدم فيه في تنفيذ وتقوية الأعمدة اللي هي الدعامات التلسكوبية طبعا لها مقاسات بالشكل اللي انت شايفه ده بتبدأ معايا من مقاس مثلا اتنين متر ونص تلاتة متر تلاتة متر ونص اربعة متر اربعة متر ونص خمسة متر تمام وفيه طبعا لما ينفتح القايم بيبقى ليه مقاس وما بيكون مقفول القايم له مقاس لما بيتقفل القايم بالشكل ده بيكون ارتفاعه اتنين متر وإيه اتنين متر ونص تمام فنيجي بعد كده نبص على تركيب القايم ده تركيبه بيكون عبارة عن ايه جماعة له قاعدة من الاسفل تعالى على الجزء اللي في النص ده بيكون حاجة زي نظام ايه زي نظام اه فيه مشقبية وفيه الووز وعلى الالووز ده موجود حاجة زي نظام اه صامولة والصامولة دي متركب فيها حاجة اسمها عصفورة يعني يد كده ايه ايد كده اليد دي بلف وحرك بيها الصامولة على الايه جماعة على الالووز اللي موجودة عندي ده كويس الحتة دي او القطعة دي مهمة جدا جدا يا جماعة ان انا اركز فيها اللي هي القايم اللي على الجنب ده لو لاحظت هتلاقي فيه دايرة كده على القطعة نفسها اللي احنا هنوصفها ومشاور عليها بساهمه والقطعة دي بتبقى نهاية الايه نهاية المسورة الخارجية والمسورة الخارجية دي بتكون قطرها بوصة اتنين بوصة والداخلية بوصة ونص تمام كده يبقى المسورة الخارجية بتكون قطرها بوصة ونص عليها ايه نعيدهم تاني عليها حلزوني او سن السن ده متركب عليه صامولة الصامولة دي متركب عليها عصفورة اللي هي يد كده من الحديد بلفها بيه كويس ممكن يكون الصامولة دي اليد اللي عليها يد بالفعل ممكن يكون اليد دي قطعة من الحديد اه بابدأ اعملها او ازويها او احركها كده في اتجاه معين عشان الف بيها الف بيها لايه الصامولة طيب المشقبية اللي في النص دي لتركيب او لضبط الارتفاع بالنسبة للايه للضبط النهائي للارتفاع بالنسبة للايه للايم نفسه اللي هو عشان ازبط المسورة الداخلية مع المسورة الخارجية على المشقبية دي متركب حاجة اسمها بنز بنز مخصوص بنز مخصوص وهورهه لك ان شاء الله دلوقتي حالا تمام طيب المسورة الخارجية بيكون لها قعدة ثابتة من تحت بالشكل اللي انت شايفه ده والقعدة دي بتكون ثابتة وفيها اربع فتحات اربع مشقبيات بتثبت على الفرشة اللي تحت لو انا في الدور الارضي تمام طيب المسورة الخارجية يا جماعة اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها دي كده يعتبر بتكون مأسها بوسة ونص بيخش فيها مسورة تانية داخلية تمام بوسة ونص يعني الخارجية اتنين بوسة والداخلية بتخش جوه المسورة دي بوسة ونص طيب تعالى على اليمين كده بص على الجزء السفلي من الايم اللي هي القعدة الجزء السفلي من الايم اللي هو التلسكوبي ده اللي هي المسورة الخارجية بيكون ثابت فيها قعدة وفيها اربع فتحات اهيه تعال جزء العلوي خالص بقى اللي هي المسورة اللي هي البوسة ونص اللي هي الداخلية اللي بتخش جوه القايم نفسه تمام بتكون فيها فتحات لتثبيت البنز المخصوص اللي احنا قلنا عليه في النص ده اللي في النص ده او القطعة الحديد اللي ملفوفة دي فيه داخلها فيه تاني قطعة حديد داخل القايمة هي تمام دي بتكون متداخلة بين المسورة الداخلية والمسورة الخارجية عن طريق المشقبية الفتحة اللي على اليمين والفتحة اللي على الشمال بيكون في فتحة في القايم نفسه على اليمين مشقبية كده طولها 30 سنتي على اليمين وعي الشمال بابدأ ازبط بالحلزون ده اللي هو يعني المصامولة بزبط بها الارتفاع النهائي للقايم ازبط الارتفاع النهائي للقايم يبقى بقول لي هنا هو جزء الاوسط للقائم وصلت الضب وصلت ايه؟ الضبط يبقى دي وصلت الضبط اللي بزبط بيها القايم اللي موجود عندي ودي مهمة جدا جدا ان احنا ايه نكون عارفين ازاي افتح القايم على مسافة وانهي تزبيط القايم على مسافة نهائية بعد كده بركب عليها العرق وبعد كده التطريح ويبدأ ان هو يشغل السقف بتاعه على الضبط الايه؟ على الضبط النهائي او الارتفاع المزبوط بتاعه ده شكل تاني ليه اهو نفس الحوار ده حلزوني اما هنا او كمان البنز مخصوص هنا البنز نفسه البنز المخصوص وكمان الصمولة هي هي فيها متركب عليها حاجة اسمها يد الصمولة نفسها من ذات الايه؟ من على ذات الشكل نفسه او الايم نفسه بتكون متركبة عليها بنفس الاسلوب اللي انت شايفه ده طيب عايز ازود او اقلل او اضبط الضبط النهائي بلف اليد دي بالصمولة الكبيرة اللي موجودة عند دي بترفع لي الايم من الداخل او الايه؟ المصورة الداخلية بترفعها واحدة واحدة والفها شمال تبدأ تنزل او تقلل من ارتفاع الايم بالطريقة اللي انا عايزه تمام؟ ده الضبط لايه؟ للضبط النهائي اما لو انا عايز افتح الايم بالفتحة المطلوبة بفتحه بالفتحة المطلوبة الاول بيقل لسنتي سنتي ونص نص سنتي فقط لغير عن المسافة الكلية تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة للشكل الاخر ادي عندي هنا الايم التلسكوبي اهو واضح جدا الرجل وهو ماسك على جنب يعني السامولة من العصفورة بتاعتها اللي هي اليد بتاعت السامولة نفسها وبيبدأ اليفها عشان الضبط النهائي وده البنز المخصوص ودي المشقبية واضحة جدا جدا عندنا اهي ونحاول نركز فيها ده اشكال اهي لونه احمر ده ده شكل البنز المخصوص الفتحة الدائرية الكبيرة دي بتكون خارج اهي خارج الايه الايم اما الفتحة الدائرية البسيطة دي او الصغيرة بتكون ايه يا جماعة بتكون دي اعتبر القطعة الحديد اللي بتكون يعتبر البنز اللي بيربط الايمين ببعض ديهم اللي هو بيربط المسورة الداخلية بالمسورة الخارجية لو جينا نبص على الشمال خالص ده شكل تاني اهول اللي احنا بنوصفه للصمولة الداخلية او الحلزوني او السن اللي موجود اللي بيلف عليه الصمولة والبنز متركب عليها اللي هو موجود عندي ده ودي الصمولة فوق اهي مع وضع البنوز بتاعتها تمام ده الشكل النهائي واسناء طبعا الايه اسناء الضبط النهائي الايه للأي ده اشكال الايه لما يكون طبعا اه يعني حسب المصنع بتاعه فيه مصنع بيعمل الايه الرأس بتاعته من اعلى ده اشكال رؤوس الاوايم اللي موجودة عندي حسب الاستخدام اللي انت هتشتغل به ابدأ شغل اه شغلك او على حسب الرؤوس اللي موجودة ممكن اجيب الرأس اللي هي على الشمال خالص دي او على اليمين خالص او اللي في النص دي اللي هي تعتبر اه او تعتبر قعدة او بلدتة حسب ما بتسميها في السوق ثابتة وبيركب عليها حاجة زي فتيل حرف يو فتيل عدل او فتيل اه ثابت حرف يو ماشي بيركب بالشكل ده فوقيها اما الايم اللي جنبيها ده اللي هو لونه اسود من اعلى واللي لونه ازرق ده بيكون اساسا هو متركب عليه الايه متركب عليه الفتيل الحرف يو او القعدة على هيئة حرف يو مباشرة على هيئة هندسة حرف يو مباشرة بالشكل ده ليه لان انا هنا هركب كده كده حرف يو فوقيها طب ليه انا خليني اركب حرف يو وانا موجود عندي ممكن اخد اخد قايم على طول حرف يو فدي شركة عملت الشكل ده والشركة التانية عملت الشكل ده وفيه ممكن شركة تجمع بين الاربعة بين الاربع او التلات اشكال اللي موجودين عندي تمام ده بالنسبة لشكل طبعا القايم ده فيه منه شكل تاني باستخدمه اسبت بيه الجوانب بسميه في الحالة دي شكلات بسميه في الحالة دي ايه شكلات فيه منه بيبقى بسبته كشكال عدل ماشي على قاعدة وفيه منه شكال ميل فيه ميل خفيف ميل على حسب الارتفاع اللي موجود عندي بقى اطول القايم اللي موجود اللي هو يعتبر بسميه شكال وفيه بعض الناس بتسميه برب تمام في النهاية طبعا انا القايم ده بيكون لرأس متحركة من اعلى ورأس متحركة من اسفل او بنسميها بتركب الرأس المتحركة اللي من اسفل دي لها مشقبية بتركب على قاعدة معينة على قاعدة معينة يا اما قاعدة سبتة بالطول او المسافة اللي انت شايفها دي كلها بتعمل على تثبيت الجنب نفسه من تحت او بتكون قاعدة سبتة لكل ايمين قاعدة او كل قايم واحدة ده شكل القايم نفسه اللي بستخدمه لتقوية الجوانب الاعمدة او الحوائط اهي ده الرأس اللي ايه السبتة السفلية اللي هي لونها ازرق دي وده رأس السبتة السفلية برضه بالشكل انت شايف دولها احمر ايه ومن هنا نفس الكلام قادي القايم نفسه وليه الرأس السفلية المتحركة او قاعدة متحركة ومن اعلى برضه رأس متحركة بتثبت فين في الجنب نفسه او الجوانب بتكون معدة الى هذا الحوار تمام قادي الشكل المده عندي برضه في النص كده اللي هي ايه العصفورة بابدأ ازود او اقلل في المسافة على حسب الارتفاع اوزن الجنب وابدأ الف في الحزن ده يزود او يقلل المسافة ده قايم من ضمن الاوايم المنفردة اللي هو تبع شدة الكاب لك الشدة المعدنية الكاب لك بيكون الايم ده استندر قطره بوصة ونص بوصة وايه يا جماعة بوصة ونص وعليه كاب لك كل مسافة خمسين سنط كاب لك كاب يعني طبق ومتثبت فيه متثبت او بيكون ثابت على على الجسم الايم نفسه ولك اللي هو الغبط عليه ضبط محكم جدا بحيث ان انا اربط الشدة كلها في بعضها عن طريق الكاب لك او الطبق والغطى الطبق اللي موجود عندي والغطى متثبت كل مسافة مسافة كل خمسين ايه؟ خمسين سنت دي شدة لوحدها يا جماعة تانية خالص خالص لها شغل تاني خالص ونظام تاني خالص غير الانظمة كلها يعني ممكن تكون انت شغال بيها او ممكن اكون انا شغال بيها او قلقيها موجودة عندي فين؟ في موقع من المواقع مسافتها بتبدأ عندي من متر من تمانين سنت ومتر متر وعشرين او متر ونص وبعد كده بتبدأ تزيد كل مسافة حوالي خمسين سنت الى ان تصل الى اتنين متر ونص وثلاتة متر موجودة عندي كل متثبت عليها كل خمسين سنت كابلوك اجي بعد كده على دي بالنسبة للقوايم المنفردة اللي انا بشتغل بيها في شدة الاعمدة او الشدات المعدنية اللي جاية ان شاء الله بعد كده يعني اعتبر اتكلمنا بالموجز المختصر على اشكال او اكسسوار الشدة المنفردة دلوقت الاعم المنفرد التلسكوبي والاعم المنفرد للدعامة او الايه اه ليعتبر الكابلوك او شدة الكابلوك وانا ان الدعامة التلسكوبية المنفردة اللي هي ما صرتين بيخشوا مع بعض بنسميهم في السوق يا اما جاك يا اما بوروب يا اما شكال حسب الشكل اللي موجود عندي ولكن هي الشغل الاكاديمي او اسمها الاكاديمي دعامة تلسكوبية منفردة دعامة تلسكوبية منفردة على السنة هي بتخش ما صرتين بيدخلوا ويخرجوا داخل بعضيه تمام عايزين نتكلم بقى على الاشكال الاواعد اللي بتسبت بيها الاعمدة او الحوائط او ايا كان شكل الاعدة اللي انا بسبت عليها الايم او الشباك او عشان اوي الشدة المعدنية ايا كان طيب خليك معاي يبقى أنا عندي أول حاجة الأواعد أو الأعدة السبتة من ضمن الأواعد المثبتة للشدات المعدنية الأعدة السبتة دي يا جماعة بتكون بالشكل أنت شايفوا ده ما بيكونش فيها حاجة حلزونية بتكون عبارة عن بلدة من الحديد سمكها سانتي بتكون عشرين في عشرين تقريبا أو خمستاشر في خمستاشر حسب الشركة ما تعملها ويكون لها زي نظام كباية فتحتها بتكون حوالي اتنين بوصة بحيث يركب فيها الشباك اللي هو بوصة ونص أو يركب عليها القايم اللي هو بوصة ونص بتاع الشدة الكابلوك ويكون لها فتحة زي كده بيركب عليها بنز بحيث تثبت فيه تثبت تكون هي والشدة قطعة واحدة ده برضو أعدة من الأواعد السبتة التي تثبت في الأرض لتثبيت جوانب الايه الأعمدة أو جوانب الحوائط أو تثبيت الايه الجاك فيها بالشكل أو في القطعة اللي موجودة فيها بتتثبت في الأرض طبعا بفشر أو يعني سياق حديد من بطول مثلا تلاتين أو اربعين سنتي أو عشرين سنتي أيا كان بنخرمها في الأرض أو نفتح لها في الأرض أو تثبت بيه بالشكوش في الأرض الرخوة ودي أشكالها وألوانها حسب الموجود عندي في السوق طبعا ده شكل القاعدة هي شكل تاني من أشكال الأواعد السبتة الشكل اللي على الشمال ده متثبت على الأرض وراكب عليه الشدة اللي هي موجودة عندي وعندي نفس الكلام الشدة اللي بتثبت بيها الأعمدة أو الأعدة اللي بنثبت بيها الأعمدة بتثبت على الأرض بفشر زي ما أنت شايف كده وهنوريها لك إن شاء الله في فيديو في موقع من المواقع وتثبت فيها أيمين أو شكالين اسمهم جاكات أو اسمهم بتسميهم شكال عدل وشكال مايل بالشكل اللي أنت شايفه تمام وبتكون الأعدة دي ثبتة جدا وبتثبت فيها الجاكات دي أو الشكالات بالبنوز البنز ده لو شفت لو بسيطت هنا هتلاقي البنز خارج من النحية دي ومن النحية التانية هتلاقي البنز رأس البنز موجودة بالشكل اللي أنت شايفه ده تمام ده أعدة من ضمن الأواعد يبقى دي أشكال الأواعد اللي موجودة عندنا عايزين برضو نتكلم على الكليبسات الكليبسات دي يا جماعة عامل أساسي في الشدة المعدنية عامل إيه؟ عامل أساسي في الشدة المعدنية في منها أشكال كتير ومقاسات كتير في منها كمان شكل بيركب شيء على شيء مصورة على مصورة وفي شكل بيركب مصورتين مع بعضيهم وفي شكل بيربط مصورتين في وش بعض وفي شكل بيكون أصلا بيزبط لوحده المصورة بطريقة أو على زاوية قائمة ممتازة أو مفهاش يعني ولا سانتي بنسمي إيه؟ كليبس سابت وفي شكل تاني أو كليبس تاني بيكون يسبت مصورتين مع بعضيهم بيكونوا إيه؟ بيكونوا متحركين أو كليبس متحرك بيعمل أي زاوية معايا زاوية منفرجة زاوية حدة زاوية مفتوحة زاوية مقفولة زاوية قايمة تشتغل معايا كل الكلام ده يشتغل مع الكليبسات كل الكلام ده يشتغل مع الكليبسات كمان الكليبس ده جماعة الكليبس ده أهميته من أهمية الشدة المعدنية كلها لو مش موجود عندي الكليبس هسبت الشدة المعدنية ازاي مش هينفع لو الشدة دي بتتسبت بالكليبسات لازم يكون الكليبسات دي موجودة بالمقاسات المطلوبة وفي شدة ما تتسبتش بالكليبسات زي الكابلوك لكن تتقوى بالكليبسات يبقى إذن الكليبس في جميع الشدات لازم يكون موجود شدة دعمات التلسكوبية المنفردة والمزدوجة والمزدوجة الخفيفة كمان لازم أقويها بالكليبسات والموسير والأنهزة تمام؟ أقويها بالأنهزة أقويها بالموسير الأفقية والأنهزة الميلة أسبتها بإيه؟ أسبتها على طول بالإيه؟ بالكليبسات طيب الكليبسات دي أشكالها بتكون عاملة إزاي؟ في منها الخفيف وفي منها التقيل حسب إيه؟ حسب الشركة أو حسب المصنع اللي عمل أو دور الصناعة بتاعتها كليبس عندي بيكون موجود في السوق عليه رقم الرقم ده مش أي كلام بيقولك إن الكليبس ده مكتوب عليه مقاسك كليبس كليبس ده من الخامة التقيلة ولا الخامة الخفيفة لرقم وإيه؟ رقم وحرف كده الحرف ده بيثبت عندي إن الكليبس ده من الجيد أو غير الجيد خفيف أو تقيل كمان الكليبس عليه رقم معين اللي هو يعتبر مقاسك كليبس هو أصلاً ظاهر المقاس مقاساته بتكون عاملة إزاي؟ عرفنا إنه عندي كليبس سابت كليبس متحرك عندي برضو كليبس يأما بوصة ونص يأما اتنين بوصة يأما الكليبس سابت أو متحرك اتنين بوصة يأما كليبس سابت أو متحرك بوصة ونص فيه عندي تاني كليبس سابت بوصة ونص على اتنين بوصة وعندي برضو كليبس سابت او كليبس متحرك زي ما قلنا بوصة ونص على اتنين بوصة فده لي شغل وده لي شغل وده لي شغل وده لي شغل تمام فإحنا عايزين نتعرف عليهم دلوقتي على السريع ونعرف تكوينه ايه وشكله ايه ونظامه ايه في التركيب تعال معايا بص على السور بتاعته على الشاشة وركز قوي معايا على الكليبس لان الكليبس ده جماعة مهم جدا 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 في الشدات المعدنية الكليبسات السابتة والكليبسات المتحركة بيقول لي دي اشكال الكليبسات الكليبس الاولاني من فوق خالص ده كليبس بيربط مصورتين مع بعضهم بوصة ونص على بوصة ونص بيربط مصورتين على بعض وبيكون ضعيف جدا 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 ولكن هو بيعمل على تقوية المصورتين مع بعضهم مش يعني اننا اربطهم ببعضهم بالكليبس ده لا خطر علي او خطر على الشد نفسها ينفع اشتغل به لو مش موجود اللي هو اللي هو ينفع اشتغل به ينفع استلمه كمثلا فني او مشرف استلمه من فني الشد المعدنية يجوز ولكن اراعي الخطورة بتاعته طيب الكليبس اللي بعديه الكليبس بيربط معايا مسورة عدلة مع مسورة عمودية عليها تماما عمودية عليها تماما وبيكون ليه فتحة معينة بتركب بايه شكل معين او بنز او مسمار تمام والنحية التانية نفس الكلام بتتفتح وتتقفل على المسورة الاخرى الكليبس التالت اللي بعديه من فوق برضو نفس الكلام بيشي بيشيل معايا بتركب مع مصورة ويشيل معايا او يربط اه مثلا تطبيق سقالة او تطبيق سقف او اي حاجة عندي من انواع الايه اشكال وانواع التطبيقات بيربط التطبيقين ببعض وكمان بيخلي التطبيقين دول او المشاية دي تكون سبتة تماما بالمسورة العلوية اللي فوق وده قوي جدا جدا ومهم جدا عندي من على الشمال من هناك خالص الكليبس المتحرك اللي موجود عندي ده ده مهم جدا جدا ده بيعمل عمل اللي فوقيه تماما ويكون افضل ويكون افضل من الايه من الكليبس اللي فوقيه الكليبس المتحرك ده بيكون مسوق بوصة ونص على بوصة او بوصة ونص على اتنين بوصة تمام او اتنين بوصة على اتنين بوصة عشان كده عشان هو مفتوح بالشكل انت شايفو ده فده متحرك تمام جميل عندي اللي في الاخر خالص معلش تعالى على اللي في الاخر خالص كليبس سابت بيزبط الزاوية قائمة تماما ممكن يبقى بوصة ونص على بوصة ونص ممكن يبقى اتنين بوصة على اتنين بوصة لانه برضو ممكن يكون عندي الكليبس السابت ده بوصة ونص على اتنين بوصة طيب تعالوا على الكليبس اللي في النص من تحت ده جماعة الكليبس ده مهم جدا برضو بس بيكون ضعيف بيربط مسورة على مسورة بزاوية قايمة جدا بس المسورة اللي فوق بيربط عليها ايه؟ فقط لغير مش ممكن تفلت ممكن تفلت كمان اللي تحت دي هي دي الإحكام للمسورة السفلية فمن هنا ربط مسورتين مسورة أفقية على مسورة أخرى أو مسورة متعمدة على مسورة أخرى بيسبب لي زوية قايمة تماما ولكن هو ضعيف جدا ده جماعة شكل الكليبس اللي هو السابت اهو بيكون عبارة عن جسم جسمين ركبين مع بعضهم بحلزوني معين او يعني مسور حلزوني بلف او بيكون متسبت يعني من أعلى ومن الداخل وبيكون واخد الشكل الحلزوني بحيث يدي الفرصة للجزئين ان هما يعملوا ايه يلفوا وفي عندي جزء ملفوف تاني اللي هو متحرك زي كده وراكب عليه مسور متحرك بصمولة ووردة صمولة وايه ووردة وده طبعا قوي جدا وأفضل نوع من أنواع الايه اكلبسات ده شكل تاني منه اهو موجود عندي زي ما انت شايف بالطريقة دي طبعا بس ده بيكون ضعيف جدا حسب الايه الرقم اللي موجود عليه بعرف الهل هو تقيل ولا خفيف وده اعتبر افضل كليبس موجود عندي في السوق غير الشكل ده تماما الشكل ده عبارة عن قطعة من الصاج الجائل اللي هو التقيلة شوية نبدأ ان احنا نشكلها لكن الشكل ده كليبس مسبوب ومعروف ان هو طبعا بالحالة الموجودة بتاعته ولكن ده يا جماعة الكليبس ده كليبس سابت مش موجود فيه على زوني اللي في النص او الاكس اللي في النص او سماها زي ما تسميها محور او ايا كان حسب ما انت عايز ده مش القطعتين سابتين تماما مع بعضيهم مجرد ما حطت مسهورة من النحيا دي ومسهورة من النحيا دي بتديني زاوية قائمة تماما ده شكل لي برضو ادي الرقم اللي انا عايز اورهولك اللي هو مكتوب عليه 48.6 هو ده مقاس الكليبس نفسه 48.6 اللي هي اعتبر او 48.5 دي اتنين بوصة اتنين بوصة تمام ده شكل الكليبس الاخير اللي موجود عندنا اللي هو بيركب عليه مسهورة ويتعامد عليه مسهورة اخرى بس يعتبر زا ما قلنا البنز ده لما يربط المسهورة بيكون طبعا ايه ضعيف المسهورة الداخلية اللي بتربط بالبنز ده بتكون لازم تكون سابتة هي نفسها تكون سابتة ولكن بيكون عندي الكليبس ده ضعيف ادي الكليبس اللي هو اللي قلنا عليه بيربط مسهورتين في وش بعض مش شكل اللي انت شايفه ده هو كويس جدا ومفيش اي مشكلة وبيدي زيادة امان للمسهورتين انه بحيث ان هم يطول عندي المواصير اللي موجودة ولكن لو هسبتوا لنهيز لا مش هينفع يعني الا في حالات ان انا عندي مستكفي بالانهيزة اللي موجودة عندي جدا جدا يعني اركبه في حالات مش موجودة عندي فيها خطر او اماكن مش موجودة عندي فيها ايه خطر يعني اركبه على قايم هيشيل قايم تاني يعني هيشيل بطريقة افقية اما لو اركبه هيشيل او يتحمل بطريقة رأسية لا مش هينفع بيكون ضعيف جدا اما لو هيشيل قايم من اعلى ينفع يركب عليه الكليبس ده تماما وفيش مشكلة او هيشيل الاحمال احمال افقية من فوقيها على طول مباشرة هتتحمل سقف هيحمل كاميرا هتحمل من عليها من اعلى يبقى دي تمشي او تمشي مفيش مشكلة بعد كده عندي حاجة اسمها لايه الزرجين الزرجين دي عالم تاني يا جماعة الزرجين دي مهمة جدا ان انا اتعرف عليها لان في منها اشكال ومقاسات وحوارات تانية خالص في زرجينة بتبقى اسمها زرجينة مسترة وفي احيانا زرجينة بتربط الاعمدة بكلبسات معينة وبخوابير معينة وبزرجين معينة او يعني الخوابير بيركب عليها حاجة اسمها زي نظام مشقبيات وبتركب فيها الخوابير وابدأ اسبت ففي حاجة تاني زرجين بتتركب في الحوائط مثلا انا بديك مثال والزرجينة دي بشيلها ويفضل فيه فتحة موجودة كده اللي هي الزرجينة الايه الزرجينة تعتبر بتبقى متركب لها مسافة مع حاجات معينة كده بحيث ان انا اشد الزرجينة واستفيد بيها كلها تاني طيب هل الزرجينة دي تنفع في الحوائط او شغالة في الحوائط معي شغالة في الاعمدة شغالة في الميد شغالة في الكاميرات الكبيرة طيب هل تشتغل في حمام السباحة لا قالك نفس الزرجينة دي تشتغل معايا بس يبقى ليها قطع غيار تانية اسمها زرجينة فرنجي ولكن بيكون فيها قطع غيار بتروح مني داخل الايه الزرجينة المائية اللي هي بتكون موجودة داخل الحيطة بسيب منها قطعة داخل الحوائط بتاع الخزان او بتاع حمام السباحة حتى لا تسمح بمرور الايه المية الخارجية يبدي اشكال للزرجين عايز انا بقى اوريك الاشكال دي واعرفك عليها واقولك دي بتستخدم ازاي ودي بتستخدم ازاي تعال معي الزرجين اول حاجة زي ما انت شايف كده خليك معي على الشاشة عفوا الزرجينة اللي موجودة عندي دي زرجينة بتبدأ بتجي بمقاسيات معينة تحزم الاعمدة على حسب القطاع اللي موجود حسب الشكل اللي موجود بيسموها في السوق خوص ولكن احنا بنقول عليها برضو زرجينة بتبدأ تزرج العمود من جميع الاتجاهات عن طريق المشقبيات او الفتحات اللي موجودة عندي دي بك لبسات او بالخوابير اللي لحدودك شايفها على جنب دي بتبدأ طبعا الخوابير دي بالشكل ده واحنا عارفين شكل الخبور بيكون مدبب من طرف وعريض من الطرف الاخر ولما يكون الخبور مدبب من طرف يا جماعة وعريض من الطرف الاخر بيدي امكانية لان انا اسبت الزرجين دي واو الزرجين بتدأ على الخبور بتدأ على الخبور اللي موجودة عندي طبعا طبعا لو جينا نبص على الشمال هنلاقي العمود متحزن بالشكل اللي انت شايفو ده عن طريق الزرجينة والخبور هو العامل الرئيسي اللي بيحكم المسافة بين الجوانب اللي موجودة عندي والزرجينة دي اللي هي موجودة عندي اللي احنا بنتكلم عنها دي كمان دي بتكون معد للإستخدام لضبط الاعمدة المربعة والمستطيلة فقط يعني ما نفعش تستخدم في كاميرات ما نفعش تستخدم في حاجة غير الأعمدة تمام الزرجينة الأخي اللي موجودة عندي النوع التاني ده اسمه زرجينة مائية زرجينة مائية يعني ايه وهقولك دلوقتي زرجينة مائية يعني بينفع ان انا اشتغل بيها في داخل حائط يستخدم الحائط ده في المياه يستخدم الحائط فيه مياه او يستخدم فيه سوائل زرجينة ايه مائية ما سميها الزرجينة المائية والزرجينة دي عبارة عن ايه عن سيخين من الحديد موصولين ببعض بحاجة اسمها صمولة بروحين صمولة بروحين بحيث ان الصمولة دي هتتساب جوه الحائط المائدة او جوه الحائط بتاع الخزان او حمام السباحة تمام والزرجينة دي بيكون ليها حاجة اسمها بالتة او يعني تعتبر بنسميها عصفورة او بنسميها احنا وردة وراها على طول حاجة اسمها يعني في عراكب على الحازوني حاجة اسمها صمولة بعصفورتين صمولة بعصفورتين والصمولة دي بتكون ديها شكل زي كده وشكل تاني زي كده وطبعا انا الاشكال بتاعتها بتاعت الصواميل اللي موجودة عندي ده اشكال الصواميل بقطعاتها تمام بقطعاتها بمأساتها اللي موجودة عندي بقطعاتها يعني ايه يعني ممكن تلاقي عندي الصمولة دي راكب عليها مصورة بتبقى عندي مثلا عشرة ملي وفي الصمولة التانية بركب راكب عليها مثلا ستاشر ملي في الصمولة تانية بتركب على سيخ حديد بيبقى اتناشر ملي على حسب المقاس وحسب الشكل وحسب النظام الموجود عندي ده بالنسبة لشكل الزرجينة وهي داخل ايه المكان بالاشكال او حسب ايه المسميات بتاعتها يبقى زرجينا سيخ حديد هنقول ناحية واحدة منها عليها حاجة اسمها وردة والوردة دي بعدها على طول حاجة اسمها ايه على السيخ الحديد طبعا حاجة اسمها صمولة الصمولة دي بيبقى ليها زي ما احنا قلنا حاجة اسمها عصفورة راكب عليها بنبدأ نفك ونربط بيها ودي الشكل دوت اللي هو البلتة اهي فوق اهي وده شكل شكل السيخ الحديد اللي هو بيكون موجود عندي اللي عليه الشكل الحلزوني او الجزء الحلزوني اللي هو السن ودي اهم الزرجينا جماعة النوع اللي بعد كده ده ده اهم الزرجينا اللي موجود عندي لان باستخدمه في الاعمدة واستخدمه في الحوائط واستخدمه في الكاميرات والميد والاشكال اللي موجودة عندي بيشتغل معايا بيبقى سيخ حديد واحد غير طبعا الزرجينا الاولانية سيخ واحد بس شكله اهو ده سيخ حديد واحد فقط لغير وركب عليه حاجة اسمها بلتة اسمها زرجينة افرنجي حاجة اسمها بلتة او اهي هنسميها معنا فيه السيخ ده داخل جوه جراب جوه جراب والجراب ده متركب عليه عصفورة من الناحية دي وعصفورة من الناحية التانية اهي بالشكل اللي موجود عندي اللي لها اخضر دي وده بيخش جواهم السيخ الحلزوني ده سيخ حلزوني او سيخ زرجينة مقلوز فيه الالووز ده وبعد كده بيركب عليه على الالووز صامولة والصامولة دي هندسة بيبقى ركبة وراء الوردة اللي لونها اصفر دي الوردة علشان تحكم الجنب بعضها وما تخليش السامولة تفرق مني داخل ايه داخل الحائط تمام يبقى دي كده عندي ده الشكل اللي موجود ده هو الزرجينة الفرنجي غير الزرجينة المائية الزرجينة المائية بتكون موجودة منها قطع داخل الحائط واسبها واخرج البقى استفيد به اما الزرجينة الفرنجي بيفضل اجراب فقط لغير داخل الحائط ولكن بيفضل فيه فتحة منها وبتكون مكونة من يعني سيخ حلزوني وعليه حاجة اسمها صوويل وعليه حاجة اسمها يعتبر ورد موجودة لحكم الايه الجوانب من هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وفي الحلقة اللي جاية نكمل المصطلحات الفنية وباقي الزرجين والاشكال الموجودة او استخدامها في الشدات الايه المعدنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته